انطلاقاً من أن ليبيا تعد إحدى أهم دوائر الأمن القومي المباشر للدولة المصرية وأن استقرارها يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر جاء اهتمام القيادة السياسية المصرية بالأزمة الليبية منذ بدايتها فتابعت تطورات القضية وتفاصيلها بكل دقة وطرحت رؤاها الموضوعية في كافة المحافل الإقليمية والدولية واستضافت بعض اجتماعاتها المهمة وشاركت في جميع المؤتمرات التي ناقشت كيفية حل الأزمة دعم الحل السياسي للأزمة الليبية وصون وحدة وسلامة ليبيا والتصدي لمحاولات تقسيمها أهداف كانت حاضرة دوماً على أجندة القيادة السياسية المصرية في تعاملها مع الأزمة فكسبت بمواقفها الواضحة والشفافة تأييد زعماء العالم ودعمهم خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد في أكثر من مناسبة بجهود الرئيس السيسي الرامية لتعزيز المصالحة السياسية في ليبيا ووقف التصعيد في البلاد كما كانت مساع رئيس السيسي الحثيثة لحلحلة الأزمة الليبية موضع تقدير وإشادة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أكد حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر من أجل ضمان وقف الأعمال القتالية في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار أما برلين فقد رأت على لسان المستشارة الألمانية أنجلا ميركل رأت في إعلان القاهرة الذي صدر في السادس من يونيو الماضي امتدادا لمصار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية جهود الرئيس سيسي لحلحلة الأزمة الليبية كانت أيضا موضع إشادة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خاصة وأنها تهدف إلى استعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية